في مداخلتها أمام مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، أكدت وزيرة العدل ليلى جفال أن جميع الأشخاص الموقوفين في إطار قضية التآمر على أمن الدولة يواجهون تهماً معروفة، وأن هناك إحالات قد تمت عليهم للتحقيق، متناقضةً بذلك مع الترويج الغير دقيق للمعلومات. وأوضحت الوزيرة خلال مداخلتها أنه لا يمكن التعمق في تفاصيل قضية التآمر وقضايا أخرى، وذلك احتراماً للإجراءات القانونية والسرية المحيطة بها. كما أكدت وزيرة العدل بشدة أن جميع السجناء في تونس يواجهون تهماً، وأنه من المستحيل إحالة أي شخص إلى التحقيق أو أحد الدوائر القضائية دون وجود تهمة صريحة ضده، مشددة على أهمية الالتزام بسيرورة العدالة واحترام حقوق المتهمين والإجراءات القانونية المنصوص عليها.